اهلا بحضراتكم اهلا وسهلا اهلا وسهلا زي ما حضراتكم طبعا عارفين وزي ما كنت بتكلم مع زملائي حول افطار الاسرة المصرية النهاردة اللي كان لها شرف ان انا كنت ما دعو على مائدة هذا الافطار فخمة الرئيس شاهد حفل افطار الاسرة المصرية وسط مشاركة شديدة الاتساع وليست واسعة فقط من شخصيات عامة ومواطنين ورؤساء احزاب سياسية واعضاء مجلس نواب واعضاء مجلس الشيوخ واعضاء مجلس الوزراء واعلاميين وصحفيين ورؤساء التحرير وقياديين في مبادرات وفي برامج تنموية مختلفة وايضا جانب لا بأس به على الاطلاق مما يحق لك ان تطلق عليه ما بين قصين ثقيلين المعارضة الديمقراطية في مصر وهنا تقدر تقول انه الفرق واسع جدا ما بين انك توصف سياسيين بانه هم معارضين وانك توصف ناس لا هم سياسيين ولا هم معارضين بالعكس بل هم اعداء حقيقيين للدولة بانك تحطون فخانة المعارضة النهاردة كان قاعد على مائدة هذا الافطار حاضر في هذا الافطار جانب واسع جدا من قطيف السياسي المعارض المصري بالتحديد بل وايضا هم في صدارة المجلس في مائدة مباشرة امام فخامة الرئيس وضيوفه الكرام الرئيس بدأ الفطار بالتهنئة بسائر الاعياد اللي موجودة عندنا في مصر إذا كان رمضان المعظم أو العيد بإذن الله عيد الافطار بإذن الله سبحانه وتعالى أو خميس العهد أو الجمعة العظيمة أو عيد القيامة المجيد كل سنة وكل المصريين بخير وبصحة وسلامة بالاعيادة المباركة قال كده خلال هذا الافطار تقريبا تقريبا نصا الرئيس الحقيقة اتكلم في اكتر من محور وعلق على اكتر من موضوع فيه بالتأكيد الكلمة الرئاسية اللي بتحضر بشكل مسبق الرسمية والرئيس بدأ بيها وبعدين قال نصا ائذنوا لي اخرج عن النص وبدأ يتكلم على مسلسل الاختيار ثلاثة وتفاصيل الستة وتسعين ساعة شديدة الخطورة والرئيس قال بالضبط كده قال ان اللي انتو تفرجتوا عليه في هذا المسلسل هو بمنتهى الامانة بمنتهى الامانة هو اللي حصل في الواقع في نفس ذات الوقت الرئيس كمان خلال كلمته قال انا عايز اكلمكم بالضبط كده انا عايز اكلمكم على الوضع الاقتصادي في مصر في احداشر واثناشر ومش هقولكم من تلاتاشر واربعتاشر وخمستاشر وحتى الوقت الحالي في عام اتنين وعشرين لكن انا هكلمكم على احداشر واثناشر وازاي تم استنفاذ الاحتياط الاحتياط النقدي اللي تبنى خلال سنوات خلص خلص المصر خسرت فلوس بمليارات الدولارات الف وقت كانت دولار وقتها بتمانية جنيه الف انت ولكن زي انت تتصوروا وتفهموا انه الازمات السابقة لا تسقط بالتقادم ليه لانه ليها تدعياتها طول الوقت ما انا مش هقدر امسحها ده نص كلام الرئيس بالمناسبة وده كلام مهم جدا علشان وانت بتحاول تفهم اللي بيحصل دلوقتي بالمناسبة الرئيس في كلمته سواء اذا كانت الرسمية او الكلمة التي وصفها فخمة الرئيس بانها خروجه عن هذا النص المكتوب او المحضر مسبقا فقال كده قال انا هكلمكم على اللي بيحصل دلوقتي بمنتهى الوضوح وبمنتهى الامان وقال ما كانش مقدر انه الازمات اللي فاتت دي تعدي لكن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي ساعدنا اولا وقال كده بالضبط ومش انا ولا الحكومة انتو ارادة المصريين ثانيا هي اللي خلتنا وصلنا ان احنا نقدر نبني احتياط جديد ونبني البلد من اول وجديد ونوصل انه تيجي الكورونا واحنا نعدي من هذه الازمة والان في ظل الازمة الاوكرانية ده طبقا لاستخدام مصطلحات الرئيس قال الازمة الاوكرانية فيه ازمة ايوة تلقي بظلها على العالم ايوة لكن هنعديها زي ما عدينا اللي فات الرئيس قال ايضا في هذا الافطار افطار الاسرة المصرية قال انا عهدي معاكم دايما الصدق والاخلاص في العمل والنواية والتجرب من الانتماء الا للوطن فقط ابتغاء لوجه الله سبحانه وتعالى وقال برضو جملة كانت من الكلمات اللي خلتني انا قعد بقى قمت وقفت ساقف الاختلاف في الرأي خد بالك لا يفسد للوطن قضية تختلف وانا تقدم طرح اوعى تفتكر ان دي معارضة بالمناسبة بقديم عندنا يعني اوعى تظن انه لما تقول ده وحش انت كده بقيت معارض لأ هو انت كده مش معارض انت كده في الكلام وزي ده وحش فاهمني بقى وحش ليه حلو جميل ها والحل ايه بقى يعني لما يجي حد كده يطلع لك على فيسبوك ولا يكتب لك كلمتين على تويتر ولا يعمل لك فيديو على تيك توك يحض يصول ويقول وان ما يحدث في مصر انه الانهيار انه اللي حلو قل لي الحل يا عفريت انا عايز الشاق يقدم لي الحل بقى هو ايه القشقية خلصه ولا ايه مش القشقية الشطار دول لما يجوا يقولوا ان في مشكلة يقدمونا قدامها الطرح الاخر اذا المعارضة دايما مسئوليتها طالما انها اتخذت القرار بانها تختلف وده حق تختلف وتقول انا مش عاجبني كذا ومش عاجبني كذا ومش عاجبني كذا جزء من المسئولية السياسية على المعارضة طالما انها اختلفت في الرأي او في الرؤية او على المصار انها تقدم طرح اخر طرح اقتصادي وطرح اجتماعي وطرح للازمات الثقافية والفنية والسينما وهكذا على بقى اختلاف النواحي والمناحي الموجودة داخل البلاد لكن ان احنا هنتكن المعارضة المصرية لسنين طويلة جدا كانت معارضة واعية جدا فرقوا يا سادة يا كرام ما بين المعارضة وما بين من يعاديك ومش عاوزك تنجح وبيشتغل اولا على احباطك دي حاجة يحبطك يضمر نفسيتك يخلي الدنيا سودة قدام العينين وتيجي تقوله طب ايه الطرح لك لا الحلول كتير طب ادي لي حل سكت ما نطقش ما نطقش على كلك لازال لدينا الكثير من الكلام حول الافطار النهاردة افطار الاسرة المصرية بحضور فخامة الرئيس ولكن استأذنكم نروح لفاصل ونرجع لكابل الكلام